أهلا بكم في قناة مساء الأخبار في البداية لا تنسى الدعاء لإخواتنا والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وهيا نبدأ بتوقعات التي تحقق منها 90% والمفاجأة الكبرى في نهاية الفيديو تقول ليلى عبداللطيف من توقعاتها للفترة الحالية لدي قلق كبير وخوف على لبنان في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة وخوف داخلي وخارجي وأشعر أيضا بالقلق حتى نهاية هذا العام من حدوث شيء ما قد يؤثر عدوان إسرائيلي على لبنان لكن سيكون في مناطق محدودة سوريا والعراق للأسف سيضربان أيضا من قبل العدو الإسرائيلي لكن من جهة أخرى أرى وأقول إنهم لن يهاجموا هذه الشعوب الصامدة ولا سيادة لبنان وسوريا والعراق وستتحول جميع شعوب هذه الدول إلى مقاومة في وجه هذا العدوان سيكون العالم تحت تهديد مباشر بسبب الإرهاب والأسلحة المتطورة التي سنراها تنتشر في عدة دول عربية وإفريقية خاصة بين الشباب الذين يعانون من البطالة وقد يخاطرون بحياتهم لتأمين لقمة العيش سنسمع عن مقتل فنان من الدرجة الأولى بطريقة غامضة نتيجة حادث مؤسف أو حوادث أو بسبب قتل متعمد اليمن سيواجه عدة أحداث وتطورات جديدة داخليا وخارجيا خلال المرحلة القادمة وستقرر بعض الدول الغربية موقفها من خلال أعمال عسكرية كبيرة لحماية المياه الدولية والسفن حول العالم سيكون هناك مشهد لمواجهات تصعيدية ثانية بين إيران والعدو الإسرائيلي وهذه المرة سيكون دفاعا عن سوريا أو لبنان التغيير الكبير سيحدث في إيران والمفاجأة الكبرى ستكون باسم الرئيس الإيراني الجديد أرى أن الصيف في العراق سيكون حارا ويتميز بالأمن والعسكرية والمناخ والشعبية المشهد السياسي العراقي سيمر بمرحلة تحضير للانتقال إلى خريطة الطريق العراقية القادمة وستكون المملكة العربية السعودية على رأس هذه المرحلة الحدث المهم سيكون أنه في المرحلة القادمة ستشهد سوريا مشهدا دبلوماسيا جديدا من خلال إعادة فتح جميع السفرات والقنصليات العربية والأجنبية على الأراضي السورية مما سيجعل سوريا على اعتاب مزيد من الاستقرار وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات بمشاركة أكثر من دولة عربية وأوروبية ستعود سوريا خلال المرحلة القادمة إلى بداية نهضة اقتصادية وسياحية واسعة سنسمع عن بوادر أزمة جديدة في المغرب والجزائر وحركة التصعيد بارزة على الحدود بين البلدين سنرى فرنسا تدخل في خطوط هذا التصعيد بهدف تهدئة الأمور والسيطرة على الوضع بين الجزائر والمغرب أرى أن المقاومة الفلسطينية ستظل خصما عنيدا وقويا وسنشهد تنازلات إسرائيلية غير عادلة إجراءات محسوبة وغير متوقعة من أجل إنهاء هذه الحروب خلال المراحل القادمة حتى إذا استمرت الهجمات لفترة معينة أرى أنها لن تضر بفلسطين أو بإرادة الشعب غزة ستواجه هدنة طويلة الأمل والتسوية للفلسطينيين ستأتي حتما والنصر لفلسطين سيأتي تحذر ليلى عبداللطيف من المرحلة الحالية في سلسلة من التوقعات الجديدة والمشتعلة وتحذر من الكارثة التي قالت إنها قادمة لا محالة وقالت إن تداعياتها تصل إلى حدود المواجهات العسكرية في بعض الدول وتنكيس الأعلام في دول أخرى كشفت الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف عن مجموعة جديدة من التوقعات الصادمة بما في ذلك توقعاتها بشأن تصاعد الإطرابات الأمنية في بعض الدول العربية التي قد تنذر بتداعيات خطيرة على استقرار المنطقة العربية بأكملها لبنان وإيران ستكونان أولى الدول المتأثرة بهذه التداعيات والتي قد تتطلب رفع حالة التأهب والاستعداد أرى انتشار قوات القوى العظمى على طول الساحل اللبناني مما قد يخلق حالة من عدم الاستقرار للمنطقة العربية بأكملها محاولات اغتيال ستؤثر على بعض القادة والشخصيات السياسية في لبنان وبعضهم سيغادر لبنان لفترة خوفا على حياتهم ستستمر حالة التوتر في الشارع اللبناني حتى نهاية العام في عام الفين واربعة وعشرين سنشهد اجتماعا دوليا بسبب التطورات على الساحة العربية وسيتم تكليف محمد بن زايد بمهمة في العراق وسوريا وليبيا أرى أن بن زايد سيتغلب ويحتوي هذه الأزمة وستشهد تركيا حملة مداهمات واعتقالات بسبب الأحداث التي عادت إلى الساحة التركية مرة أخرى سنرى كندا سيتم إعلان حالة الطوارئ بسبب حادث مؤسف وسنشهد ملايين من المظاهرات غير المسبوقة لأول مرة في تاريخها سنرى القوات العراقية في إيران تتعرض لحوادث مؤسفة وتغييرات في الحكومة السورية وسيتم عزل العديد من الوزراء أزمة مياه غير مسبوقة ستشهدها لبنان وبعض الدول العربية وسيصاحب هذه الأزمة صرخات عالية في الشوارع ووسائل الإعلام سيرافق الحدث دماء ووفيات وإصابات في أحد الأماكن المقدسة وفي عدة دول عربية قبل نهاية عام 2024 تحت رعاية المملكة العربية السعودية سنشهد خلال المرحلة القادمة من عام 2025 استقرارا أمنيا في العراق واليمن وليبيا استعدادا للدخول في مرحلة السلام سيتم اتخاذ قرار بتنزيل العلم اللبناني إلى نصف السارية وإعلان الحداد بسبب أحداث مؤسفة سنشهد حالة من الحزن والحداد سيصيب معظم الدول العربية بسبب أحداث مؤسفة خلال الفترة القادمة سنشهد تهديدات جديدة تجلب معها الخوف والخطر لبعض البنوك اللبنانية التي أراها تتعرض مرة أخرى لهجمات وحرق وعمليات تخريب الأزمة بين الجزائر والمغرب وفرنسا ستعود مرة أخرى بقوة خلال المراحل القادمة الإغلاق العام والإغلاق سيمتد إلى المناطق لبنان مرة أخرى وسنشهد مزيدا من الإجراءات الصارمة خلال هذا الإغلاق مقتل شخصية سياسية أمريكية بارزة خلال الفترة القادمة مما سيتسبب في ارتباك في الرأي العام والإعلام بعض دول العالم ستتعرض لفيضانات تهددها خلال الفترة القادمة حيث تؤثر هذه الفيضانات على مساحات واسعة وكبيرة من الدول العربية والأجنبية شبح الاغتيالات في لبنان قد يؤثر على بعض الشخصيات اللبنانية من الصف الثاني وسيحيط هذا الخطر ببعض الوزراء والنواب السابقين أو الحاليين الجماهير السلمية للثورة هي من سترسم المستقبل وتبني لبنان الجديد الحركة الشعبية ستحقق إنجازات لم تتحقق من قبل الحزن والحداد على شخصية بارزة لبنان سيفقد أحد عمالقته السياسيين ورجال الدولة وسيكون الحداد متكررا عليه طوال العام العقوبات المالية ستمتد إلى بعض البنوك اللبنانية مرة أخرى مما سيؤدي إلى انهيار بعضها وإفلاس البعض الآخر وجود فرنسي نشط وقوي سنراه على الأراضي اللبنانية خلال المراحل القادمة سيكون هناك عودة مفاجئة وغير متوقعة للرئيس الشيخ سعد الحريري إلى لبنان ومن خلال هذه العودة سيتيقن الجميع أن دور الشيخ سعد الحريري في لبنان لم ينتهي بعد ولن ينتهي خاصة خلال المراحل القادمة الأحداث اللبنانية القادمة ستسجل دخول طائرة غير معروفة الهوية تخترق المجال الجوي اللبناني وتحلق في السماء اللبنانية بطريقة لافتة ومقلقة لفترة قصيرة من الزمن المفاجأة ستحدث عند معرفة هوية هذه الطائرة المجهولة الوضع الاقتصادي في أوروبا سيكون على المحك خاصة خلال المراحل القادمة تقول ليلى عبداللطيف لا أرى نهاية قريبة للحرب الروسية الأوكرانية التي ستسرع وصول الحرب إلى أوروبا الرئيس الفرنسي ماكرون في لبنان مرة أخرى وستلعب دولة قطر أكبر أدوارها السياسية والاقتصادية في المنطقة في السنوات القادمة وخاصة في سوريا ولبنان وليبيا مشاهد من النار واللهب سنرى الدخان يتصاعد ويغطي أحد الأماكن في دولة الكويت في نهاية هذا العام 2024 ستواجه بعض بنوك العالم ظاهرة خطيرة وهي برامج قرصنة تقودها شبكة كبيرة من الخارج إنها منظمة تستخدم أساليب ذكية وحديثة يصعب اكتشافها بسهولة ستركز نشاطاتها على البنوك العربية وغير العربية وسيكون الانتربول الدولي هو الذي سيتدخل ويحقق نتائج مهمة وسيكشف عن موقع عمليات هذه الشبكة انتشر الخبر يعلنون هذه الشركة ويحميون البنوك والناس ويمنعونهم من الوقوع في الفخ الحكم العسكري في السودان مهدد بالاختفاء بسبب الأحداث القادمة شمس السلام ستشرق في سماء السودان بعد كل الصراعات والمعاناة والتغيير قادم مع السلام والأمل في المراحل القادمة أمريكا وبريطانيا والصين على طاولة الحوار ولقاء عاجل بعد أزمة عالمية قد تسبب كارثة إفريقيا ستشهد لأول مرة توسع نفوذ إيران إلى بعض دول القارة الإفريقية وسنسمع عن دور سياسي وعسكري إيراني كبير في بعض هذه الدول بسبب الأحداث الإفريقية القادمة ستظهر للعالم علامات على صراع أوروبي أمريكي مع روسيا على أراضي إفريقيا أو بعض دول القارة الإفريقية وستكون إيران في قلب هذه الأحداث سنشهد حدوث قمة عربية طارئة واحدة والوحدة في القرارات والإجراءات ستؤدي إلى إنهاء هذه الخلافات والحروب والصراعات العربية وستتصدر قضية فلسطين المحتلة هذا الحدث في السنوات القادمة ستشهد أوكرانيا مرحلة من التغيير الشامل وأرى أوكرانيا تستعيد جميع أراضيها بعد انتهاء هذه الحروب وتنضم إلى الناتو في السنوات القادمة أما ألمانيا فستقوم بدور مهم في كبح التدهور والتصعيد في الجبهة الجنوبية من لبنان بين حزب الله والعدو الإسرائيلي وستقف ألمانيا إلى جانب الحكومة اللبنانية في هذه الأحداث الخطيرة التي يشهدها لبنان لمنع توسع الصراعات إلى حرب كما ستتوجه جميع الأنظار ووسائل الإعلام إلى إحدى محطات المترو في ألمانيا حيث سيتم بث مباشر للأحداث المؤسفة التي تحدث داخل هذه الأنفاق للأسف الولايات المتحدة وبعض ولاياتها الفيدرالية ستكون على حفة الحروب الأهلية الداخلية والخارجية وقد تخرج الأوضاع عن السيطرة في الولايات المتحدة بسبب الأحداث العسكرية والسياسية التي ستشهدها المنطقة خلال السنوات المقبلة شكرا لكم على المشاهدة لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والسلام عليكم ورحمة عليكم ورحمة الله وبركاته